سلام سلام كانت بنا ان شاء الله تكونوا بخير على خير تكون ساعدكم مزيانة وتكونوا بحسني الأحوال ان شاء الله يوم ان شاء الله عادي نصل معكم هذا الموديل موديل صيفي بامتياز موديل مطلوب ان شاء الله عادي نطبقه بثلاثة ميثرو ديال توب الموديل عنا فيه تقطيعه تحت الصدر ووجود ديال تقطيعه تخرين كل واحدة عادي نوريكم البلسة اللي عادي نديرها فيها والطريقة اللي عادي تخدمها بها ان شاء الله اول حاجة عادي نديرها انا ثلاثة ديال توب عادي نطبق على جوج الجهة ديال الحشية مع الجهة الحشية والجهة ديال تقطع مع الجهة تقطع عادي نطبق طول دياله الجهة اللي عندي هي الجهة اللي مفتوحة عادي يكونوا عنا فيها الصدفات نائما نخذ وقتكم وطبق شوية لكم هكذا يا من بعد ما كانتوتو ديال ان شاء الله عادي نهزو الجهة اللي مسدودة هي عادي نحطوها عندنا هات الطريقة ان شاء الله هاد شي هادة اللي مسدودة اللي هزيتها هي اللي عادي يكون عنا فيها الخلف ومنها عادي نبدو ان شاء الله نحطوه العبارة عدنا هاد البلاسة اللي اخذينا هنا هي عادي نعبرو فيها بنسبة السطايف عادي نعبرو فيها ان شاء الله سبعة ديال سنتيم وبنسبة الى كان عندكم مقاس كبير يمكن لكم انكم تخليوا البلاسة ديال سطايف تخليوي سنتيم ديال الخياطة وتديرو ذو كل باندات يكونوا اللي يكون فيها مصدفات يكونوا مستقلين على الموديل ديالكم الى كان عندكم تتوب الكافي خدموا ان شاء الله بها تطريقة ان شاء الله بعد ناخدو هاد الفوقاني اللي كيفما كتلكو معدنا مسدود هنا يا سبعة ديال سنتيم ديال هاد الفوقاني دا ولي عادي نديرو عليه ان شاء الله الخلف ديالنا يعني عنحطوه العبارة من هاد الجزء الفوقاني فقط هاد سبعة سنتيم عادي نخليوا دب احنا يا هنيا را نفصلو الخلف والامام بجوش في خطرة واحدة يعني تقطيع عادي تكون عندنا من اللور يعني من الخلف ومن الامام ان شاء الله بنسبة للكتاف عنا هنيا 21 سنتيم يعني بنسبة للكتاف ديالنا عنا 40 سنتيم كان قسموه على جوش كتعطينا 20 سنتيم كنزيدو سنتيم ديال الخيطة وكنزلوها هنيا بها الطريقة ان شاء الله الرقبة ديال الخلف النا فيها 8 سنتيم وعادي نطيحو هنيا بجوش ديال سنتيم وكنزلو التقويرا ديال العنق ديال الخلف نطيحو الكتاف هنيا بثلاثة سنتيم وعادي اللقاء والنقاط ان شاء الله عادي نزلو من هنا حتى لنا بخمسة وعشرين سنتيم هذا هو تركيز ديالنا عادي نزلو ان شاء الله بخمسة وعشرين سنتيم وعادي نعلمو عادي نطراسيو هنيا باش نديرو ان شاء الله العبار ديال يعني عن ديرو تقويراء ديال العبد عادي نعبرو هنيا العبار ديال الكتاف ديالنا باش عن ديرو هنيا واحد الخط مستقيم بهذه الطريقة ان شاء الله اطلعو هنيا بثلاثة ديال سنتيم وعادي تجيوه من هنا يحتل الفوق ومن هنيا عادي ستعبرو 16 سنتيم هي اللي عادي ستبتاعدنا فيها تقويراء ديال العبد ان شاء الله بالنسبة للصدر عادي سبع وعشرين سنتيم زائد سنتيم ديالخياطة عادي ثمانية وعشرين سنتيم ان شاء الله هادي نحطوها بهذه الطريقة لباحنا هنا يما عاديش ناخدو العبار ديال الحزام هادي ناخدو هل العبار اللي عدنا تكون عنا فيه تقطيعاء الاولى ان شاء الله يعني عادي نديرو 25 سنتيم ديال ان شاء الله اللي درنا باش نديرو دورة ديال يعني العبار ديال الصدر وعادي ننزلو عليها هنيا بستة ديال سنتيم حتى الخمسة ديال سنتيم يعني عاجينا هنيا واحد وثلاثين سنتيم ان شاء الله الطريقة وعادي نتراسي وحط الخط هندا بهنيا تكون عنا ان شاء الله تقطيعه بالنسبة للعرض دياله عادي نقصو سنتيم على العبار ديال صدر ديالنا ان شاء الله بعض الطريقة صفيقه وعادي نقطعه هكدا كنكون رسالينا نشوس العلوي ان شاء الله عادي نجيو هنيا باش مك يجيو ناش نبطيحين عادي نطلعت بالنسبة للجناب غني اطلعت بثلاثة سنتيم وطلعت قطعت ولكن ما تراسيته منسبة للرقبة ديال الامام عادي نزلو بثمانية ديال سنتيم وعادي نتراسيوها بات طريقة اللي تراسيتها قدمكم ان شاء الله هنحنا حيدنا الخلف قناه الامام هو اللي عادي نديرو عليه ان شاء الله تعديلات هنيا عادي نزلو بثمانية ديال سنتيم وطلعت بهذه الطريقة وعادي نجيو هنا يحتل الابط وعادي ندخلو بثمانية ديال سنتيم وطلعت بثمانية ديال سنتيم وطلعت باش مك يجي ناش ديك تدخنش ايش احدا الابط ان شاء الله بهذه الطريقة صفيقه هكدا كنكون رسالينا وهذه هم التعديلات اللي درناهم على الامام ان شاء الله ان شاء الله عادي نفصل اه يعني الاجزاء المتبقية يعني انا التوب مطوي على الجوز كنعودو انطوع الاربعه هاته الطريقة ان شاء الله هده تقطع اه 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 اول حاجة عنديروها نحيدو ان شاء الله الاكمام هنحيدو خمسين سنتيم ديال الكمام هنحنا كنعبروها من بعدها نقطعوها بهذه الطريقة وعادي نحيدوها على جنب ونخلوها نكملو اه يعني الفستان ومبعد ان شاء الله نرجعو الاكمام ان شاء الله يعني كيف مرضي تول بره الاكمام حيتهم بالطول ولكن الفستان هنا هي عادي كشي اللي بقنا ديال التوب عادي نطوب العرض ديالو يعني عادي نقلبو اه التوب حاله بها الطريقة كان عنا التوب بالطول ده برد ديناه ان شاء الله بالعرض الجيال اللي مفتوحة هدي تكون حساية لعندي بهذه الطريقة بالنسبة اه عنا اه ستة وعشرين سنتيم ديال اللي يبقى سعدناه في الاسفل بالخياطة سبعة وعشرين سنتيم كان نطوب توب سبعة وعشرين سنتيم زائد عشرة سنتيم ديال الكشكاشا بهذه الطريقة هدا هو التوب اللي كان نطوب يعني ان هنا انتوما كيفما كتبوا عنا سبعة وعشرين سنتيم وهذه نزيد عليها عشرة سنتيم ديال الكشكاشا وبالنسبة للطول النات قطعها هنا عادي تكون عنا فيها ستة وعشرين سنتيم هالطريقة عادي نحددها يعني هنا اهنا كنشرح لكم الموضي اللي احطيت لكم في الصورة طب ان شاء الله عادي نقطعه تقطيعها تانية سو فيها كده كنكنو سالينا يعني الجوز تاني وبنفس الطريقة عادي نطوي هنا اياه بحيث ان انا كنخلي هاد العبار اللي عدنا في الطبقة التانية وعادي نزيد عليها حتى اياه عشرة ديال السنتيم ديال الكشكاشا كذلك يعني عادينا بهذه الطريقة وعادي نطويها حتى اياه كي يجيكم افصالها ساهله انتما يعني عادي اعطوا العبار هنا هياه التوب براعدنا على 4 عادي اطويهاه التوب ازيد علي 10 ديال سنتيم يعني في المجموعة دي يكون عندكم ١٠٤ سنتيم ديا الكشكاشة زايدة ان شاء الله داب هنا تقطيع اللي ما جمورها عادين عبرو حتى للركبه عدنا من الفوق عدنا ١٤ الصنتيم تنزلوه هنا اياه تقشيو سنتيم ديا الخياطة سنتيم سنتيم باش ما كتتلفوش كل عبار ديا لكم ان شاء الله داب عدين مشيوه هنا اياه تقطيع الخراع عادي تكون عدنا عند الركبه والركبه هي ١٤ سوف نقطعه بهذه الطريقة إن شاء الله نضع النقاط يجينا خط إن شاء الله مستقيم سوف نقطعها كده وبالنسبة للجزء الأخير يعني نفس الطريقة عادي تخليه النفس العبار ديال الفوق عادي تزيد عليه عشرة ديال السنتيم كذلك هنا يتقريبا عادي تجينا سبعة سنتيم ماشي عشرة سنتيم يعني 14 سنتيم في المجموع يعني كافية بهذه الطريقة إن شاء الله هكذا كنكنو سالينا الفستان ديالنا عادي يبقونا إن شاء الله الأكمام عادي نفصلهم كذلك أنتو ما شوفوا معايا الطبقات مختلفين الخياطة عادي يجيونا بهذه الطريقة إن شاء الله من بعد ما كنا نخطو توب حكذا يعني كنكنو درنا سنتيم فوق سنتيم فوق سنتيم أولا أنكم تحطو توب طريقة عادية وتزيدو يعني كل ما بين خياطة وخياطة كنديرو جوج ديال سنتيم احتل ثلاثة على حساب السورجي واش كتقطعو بيها ولا ما كتقطعوش وكتاخدو طول كلي ديالكم بهذه الطريقة كتحددوه وكتقطعو كترسيوها كذلك وتقطعوه إن شاء الله وبنفس الطريقة عادي ناخدو الطول ليا لتقطعها هذي تقطعها لأخيرة سوف يعدين ترسيوها ونقطعوه إن شاء الله نخدمو بهذه الطريقة بالنسبة للأجمام كان ناخدو ذيك خمسين سنتيم كان عاودة نطوها على الجوج ومن بعد كان عاودة نطوها على أربعة بهذه الطريقة الجيال اللي مسدودة الجيتي والجيال اللي عندها مفتوحين هذي نزلوه بعشرة ديال سنتيم هذي نقسم إن شاء الله هذه المسافة على الجوج ومن بعد عاودة نقسموها على أربعة الجيال اللي الفوق عادي نطلعوه بسنتيم ونصف والجيال اللي طلع عادي نزلوه بسنتيم ونصف إن شاء الله هذي نديرو عشرين سنتيم بالنسبة للطول عادي نخليوه هنا سبعين سنتيم في الطول هذي المسافة هنا عادي نقسموها العجوج وعادي ندخله بسنتيم وعادي نلاقيه النقاط إن شاء الله سفيها كده عادي نقطعوه لكم ديالنا نتمنى إن شاء الله إذا عجبكم الفيديو استفدتم معي ما تنسوني شمال لي لي باش الفيديو يوصل للعدد من البنات ويستفدوا معنا إن شاء الله وإلى فيديو آخر إن شاء الله